اهلا بكم مشاهدين من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث فتح مجلس المناقصات والمزايدات 92 عطاء ل21 مناقصة حكومية تقدمت بها 12 جهة حكومية وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة 13.795 مليون دينار وقد تصدر طرح المناقصات شركة نفط البحرين بابكو ب6 مناقصات بلغ إجمالي أقل العطاءات المقدمة لهم 421.951 ألف دينار بحريني وأفادت بيانات جلسة المناقصات والمزايدات بتقدم صندوق العمل التمكين بمناقصة لدعم صندوق في تأسيس مسرعات الأعمال الناشئة في مملكة البحرين وتقدم للمناقصة ثلاث شركات وتقدم بأقل العطاءات شركة برينك ميناء بعطاء بلغت قيمته 1.3 مليون دينار كما تقدمت وزارة الكهرباء والماء بمناقصة لأعمال تحويل الكابلات البحرية جهد 220 كيلو فولت بين محاطتي الحد وشمال الفاتح وتقدم للمناقصة شركة بيرزمين باورلينك بعطائها الوحيد والبالغ قيمته 6.62 مليون دينار بلغت كمية الأسهم ووحدات صندوق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 20.663.674 سهم ووحدة وقد بلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة بقيمة إجمالية قدرها 4.199.991 دينار بحريني مشاهدنا التفاصيل في التقرير التالي تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع في بورصة البحرين أسهم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.741.552 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 159 صفقة أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.111.610 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 84 صفقة وعلى مستوى الشركات فقد جاءت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمها 818.970 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 13 صفقة وجاء في المركز الثاني بنكو إنفست كورب بقيمة قدرها 680.139 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال صفقتين خلال تعاملات هذا الأسبوع في خبر آخر عن شركة إيفا فارما الطبية في مصر على لسان عضوها المنتد برياض أرمينيوس في ختام الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك عن مبادرتها بعلاج 400 بحرينيين مصاب بفيروس الكابدر وبأي سي مجانا وضاف أرمينيوس للنشرة الاقتصادية أن مبادرة العلاج للمرضى البحرينيين ستشمل مجموعتين من الأدوية بما يتسق مع البروتوكول العالمي لمنظمة الصحة العالمية نحن الحقيقة شغالين على مبادرة لعلاج مئات العينين البحرينيين عن مرض الفيروس الكابد الوبائي سي المعروف بالهيباطايتس سي إن شاء الله سيكونوا يتعلقوا في القريب العاجل بمجموعة من دوائين حسب العلاج من منظمة الصحة العالمية أو الريجمن أو بروتوكول العلاجي الحقيقة إحنا سعداء إن إحنا نكون في الوقت ده لأن هؤلاء المرضى يقدروا أن هم يكونوا يتعلقوا من مرض الفيروس الكابد الوبائي اللي هو بيهدد حياتهم ومن جهتها أعلنت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك أفنان الزياني عن تنظيم المعرض البحريني المصري المشترك بنسخته الثانية في جمهورية مصر العربية في الربع الأول من العام المقبل الحمد لله كذلك كان فيه كثير من المواعيد تم التشبيك والغرفة عملت دور كبير جدا في التشبيك بين الموجودين وبين نظراءهم واللي حقيقة اليوم من مصر هم يمثلون جهات أخرى فهم مش فقط في حد ذاتهم يعني اللي عنده مؤسسة صغيرة متوسطة وراء عدد آخرين اللي في نفس المجال هم كذلك ممكن يستفيدون من هذه العلاقة اللي بتصير أو الاتصال اللي بيصير فإن شاء الله اليوم ما انتهى عملنا اليوم بدأ عملنا لأن مع التحدي دي مع المسئولية اللي صارت علينا مع الروح اللي موجودة روح التعاون علينا نشتغل أسرع وأقوى خصوصاً أننا حين نخطط بإذن الله أن يكون المعرض القادم في الربع الأول من 2018 في القاهرة بإذن الله بيصير المعرض البحريني المصري المشترك الثاني ونكون تعلمنا دروس كثيرة من المعرض هذه اللي ممكن نكمل عليها بإذن الله والآن مشاهديننا نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى موسيقى موسيقى